تعهدت المفوضية الأوروبية وثماني دول بتقديم حزمة مالية تزيد عن مليار دولار لدعم مبادرة التمويل التي يقودها البنك الدولي لتوفير مساعدات عاجلة للاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم في الأردن وفي لبنان وتشمد الحزمة المالية منحا بقيمة 141 مليون دولار وقروضا ميسرة بقيمة مليار دولار وضمانات بقيمة 500 مليون دولار والدول الثماني هي اليابان وفرنسا والمملكة المتحدة والوليات المتحدة ألمانيا وكندا وهولندا والنرويج إضافة إلى المفوضية الأوروبية وتعتزم المبادرة تقديم تمويل ميسر إلى لبنان والأردن باعتبارهما البلدين متوسطي الداخل والأشد تأثرا بأزمة اللاجئين السوريين وتوسيع نطاق التمويل المتاح للبلدان التي تعاني من بطء النمو وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب نتيجة عدم الاستقرار والإعداد لأعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب